أولى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن فوز خمسة مشروعات مصرية في مصابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدة زمنية قياسية حيث فاز مشروع محط تعادل منصور التبادلية كأفضل مشروع النقل في العالم وفاز مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي كأفضل مشروع ثقافي في العالم وفاز مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل كأفضل مشروع ترميم في العالم وفاز مشروع محطة رياح رأس غارب بخليج السويس كأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم وفاز مشروع تطوير قرى تشكة الجنوبية كأفضل مشروع بيئي في العالم كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مصابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قرات العالم لعام 2022 ضمت حوالي 34 مشروعا فازت مصر بخمسة جوائز منهم